أعرف رأيك برضو يا سوزة ابحكيب بص يا كابتن مطشي سراميكا تعال نقسمه المطلطين لغة الأقام لغة الأقام بتقولك أن سراميكا والأهلي سراميكا لعب 9 مبارات الفريتين 100 مبارات الأهلي فاس في 7 سراميكا فاس في 3 التعادل كل فريق كسر التعادل مطشين الأهلي لم يخسر الحمد لله سراميكا خسر 4 مبارات الأهلي مسجل 16 هدف سراميكا مسجل 12 هدف ده الموسم ده الأهلي دخل في مرمى أربع أهداف سراميكا دخل في مرمى 12 هدف الميزة لعندي سراميكا يا كابتن أن هم الأهداف مسجلها 9 لعبين بمعنى أن فيه 9 لعبين في الفريق عندهم بيعرفوا يسجلوا أهداف في ميزة تانية في سراميكا البطرة أنه يعرف يلعب قدام نادي الأهلي كويس جدا أنه يعرف يلعب قدام الفرقة الكبيرة كويس جدا أنه مدربه أحمد سامي بيجد الحتة دي وحافظ فرة الأهلي كويس جدا لأنه واحد من أبناء نادي الأهلي السابقين فبيعرف يلعب قدام نادي الأهلي صعوبة المباراة مش أنه كابتن أحمد سامي بيعرف لعبت نادي الأهلي لأ صعوبته كمان في أن نادي الأهلي حتة عمل الثقة بين اللاعبة والجماهير يعني خلا نتكلم أن فيه حتة ثقة حصلت ناتجة المطش اللي عادة الجماهير بتطلب باللعبة أنها ترجع زي ما حدتك قلت للروح بتاعت نادي الأهلي ودي الحتة أنا معتقدش أن الأهلي ينقص الجزء فني هي حتة الظروح الفانيلة الحمراء محتاج أن أنت تلعب بها شوية ممكن يبقى عندك ظروف ممكن يعني مثلا زي كابتن عمرو السلية كنا بني ربنا يشفيله بنتك بس في نفس الوقت لعب الكورة زي ما يقوله زي الفنان مطلوب منك لما تطلع على المسرح تنسى كل أوجاعة صح طبعا وتشتغل للناس اللي قدامك أكبر مليون في المية في هذا النوع